لسه ما أخبار اتحاد الكرة واجتماع هيكون ان شاء الله يعني بكرة ما بين الجانب المصري والجانب السعودي لتحديد السوبر المصري السعودي وهي هيكون مبارتين ما بين النادي الأهلي المصري والهلال السعودي دي ما بين بطلاي الدوري وبطلاي الكاس ما بين الزمالك المصري والاتحاد السعودي طبعا الاجتماع هيكون جانب المصري طبعا الأستاذ عامر حسين وأيضا سيادة العميد ثروة تسويلا ما هيجتمعوا به الأستاذ لؤي السبعي الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي وده هيكون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة علشان يتم منقشة إقامة السوبر وما هي الموعيد المتاحة لكل الفريقين الأهلي والزمالك وأيضا الهلال والاتحاد علشان يتم إقامة سوبر السعودي ما بين أشقاءنا السعوديين اللي أكيد طبعا تبقى مباراة قوية جدا وأكيد يعني العائد منها كثير جدا 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 مش بس إقامة كرة القدم أو مباراة كرة القدم لا هي الهدف منها أكيد إقامة مباراة ما بين الشقيقين عربيين وكمان مستوى رائع جدا هيقدمه الأربع فرق اللي هيكون المتواجدين في المباراتين إن شاء الله نتمنى أن الموضوع يكون فيه تنصيق كامل على أعلى مستوى من الجانب المصر والجانب السعودي وأنه كمان ما يأثرش على لا على النادي الأهلي ولا على الزمالك ولا على الهلال ولا على الاتحاد في المثيرة القوية اللي بيقدموها سواء في كاس أفريقيا وبطولة الدوري المصري أو كاس أسيا وبطولة الدوري السعودي واتحاد كرة القدم يتسلم دفعة جديدة من مكافأة المشاركة بالمونديال المفروض إن كل منتخب يشارك فيه المونديال دي يبقى فيه فلوس من الفيفا بتدفع ليه اتحاد كرة القدم دي مكافأة على وصول المنتخب لبطولة كاس الأعلى المفروض المبلغ كله على بعضه 8 مليون يورو يعني بنتكلم فيه حوالي 160 مليون جنيه بيتأسمه ازاي؟ اتحاد كرة القدم بعد ما المنتخب وصل رسميا إلى بطولة كاس العالم المنتخب تسلم مليون و200 ألف يورو نظير وصوله لبطولة كاس العالم المنتخب بعد ما ودع بطولة كاس العالم مفروض إن فيه بكرة هيتسلم دفعة جديدة وهي 4 مليون يورو علشان يكون وصل للاتحاد مبلغ 5 مليون و200 ألف يورو هيتبقى 2 مليون و800 ألف يورو ده هيتسلمه في الأيام المقبلة الفيفا بيجدول كل الفلوس القاصة بالاتحاد ما بينه ما بين الاتحادات كلها طبعا زي ما حضركم عارفين إن لو تم لو كان منتخب مصر حقق نتائج أعلى من اللي احنا شفناه كان هياخد فلوس أعلى لكن احنا عارفين إن دايما اللي بيحقق نتائج قليلة حتى في المكسب وبيخرج من دور المجموعات كمان بيكون نتائجه سلبية بياخد أقل فلوس وهي 8 مليون يورو طبعا المنتخبات اللي بتوصل لدوره 16 غير التمانية غير دور قبل النهائي غير اللي بتفوز بالبطولة حتى غير الوصيفة وبالتالي هو 8 مليون يورو ده أقل مبلغ بتم تقديمه من الفيفا لاتحاد المشارك في بطولة كأس العالم احنا عارفين المنتخب مصر كان بيحتل المرتبة رقم 31 ما بين المل 32 المشاركين اتحاد كرة القدم 4 مليون يورو هيكون متبقق 2 مليون 800 ألف يورو ده يتم الجدولة وهيتم طبعا اتفاق على موعد محدد محدده الفيفا على الاستلام الخاص باتحاد كرة القدم ترجمة نانسي قنقر